خلينا نبدأ في الموضوع الأول اللي هو السيرش طبعا السيرش موضوع مهم جدا في الارتفيشال انتليجينس لأنه من خلال السيرش أنه 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 بدنا نوجد حل يعني طبعا إحنا حكينا في تعريف الـ AI سابقا أنه أنه الـ AI أنه لازم يكون فيه عندي القدرة على التفكير عشان أحل المشاكل يعني فالوحدة من الطرق اللي نتخلي الماشين انتليجينس أنه احنا نعمل فورميليت للبروبلم إذا صغناها خلاص بقدر أنه أنا أطبق فبالتالي أنه وجدنا الحل وهذا في حداته تمام طيب أوكي اليوم بدنا نحكي عن أنه الـ 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 حكينا عنها سابقا هيك بشكل تعريف بسيط يعني وحنرجع لها في موضوع في باب منفصل خاصة قبل ما ناخد موضوع الـ لكن بشكل سريع الـ من اسمه وكيل وكيل معنى ذلك أنه أنت بتوكله أنه هو يقوم بمهام بالنيابة عنك زي مثلا أنه أنت تعمل روبوت لتنظيف أو تعمل روبوت أنه للتسوق أو إلى آخره من هذه الأشياء فأنا على سبيل المثال لو أنا بدي الروبوت هذا أنه بدي أخليه بالنيابة عني أنه هو يقطف هذه التفاحة فالفكرة في الموضوع أنه هو بده يعمل بلانينج أنه بده يقفز ويلتقط التفاحة ويجي في المكان هذا فالبلانينج أنه ممكن ياخد هذا المساري ويسقط تحت تمام أو ممكن ياخد هذا المساري فعلا أنه ممكن صلى التفاحة ويصل للبر الثاني فحنشوف كيف اليوم إن شاء الله كيف ممكن أنه نعمل فورميلات للبروبلم هذا سيرش بروبلم ورحنا أخد سيرش مثود أو طرق البحث أو طرائق البحث اللي هي الانفورمت سيرش أنا في عندي ثلاث أنواع من السيرش دبث فرست بريدث فرست ويونيفورم كوست سيرش أوكي الآن الفكرة في الموضوع إنه ليش الكود العادي إنه الif والthen ما بيزبط معايا إنه عشان أنا أنتقل للتفاحة لو طلبت منكم إنه بديكم تكتبوا كود بالبيثون مثلا وإنه في الكود هذا بديكم إنه إنه يعني إنه كود يشغل الروبوت بحيث إنه هما يلتقط التفاحة وإنه بتحطوها ك يعني كدسيجين يعني إنه إذا كان كذا فبالتالي الأكشن بيكون كذا وإذا كان كذا بالتالي بيكون الأكشن بيكون كذا في الحقيقة الشغلة هذي بتكون صعبة جدا لأنه هذا الكلام بيتطلب إنه أتفاعل مع البيئة الموجودة عندي ويمكن أتطلع على السيكوينس أو أكشن اللي موجودة عندي فبالتالي الكود العادي بالإف والتين كود ما بيزبط لهذه الظروف رح ناخد الريفليكس ايجنت الريفليكس ايجنت معناها أو الوكيل اللي النعكاسي معنا ذلك إنه هو بتطلع على الستيت من الاكشن اللي ممكن يقوم فيها بيختار واحدة لكن ما بيطلع على الفيوتر وإيش الكونسيكوينس أو العواقب تبع هذا الاكشن بس هو مجرد إنه هو بيطعان البيئة اللي بتصير يعني بتفاعل مع البيئة اللي بتصير معها يعني على سبيل المثال إذا إنت غمضت عينيك تمام فبالتالي إنه إنت فعليا إنت بتروح تستخدم كامل قدراتك الفكرية لأنه إنت بتحاول إنه إنت تحجب عن دماغك المشهد أو المنظر الموجود عندك يعني أمامك وقد يكون إنه هو في منهيات تمام لكن بالنسبة لل vacuum cleaner قد يكون إنه على سبيل المثال إنه أو مثلا خلينا ناخد الاجنت هذا إنه لو عمل وقدر هذا للسقوط تمام بسجل عنده هذي لا هذا الاجتش مش كويس لا ما تعمل شي هيك تاني ممكن أشبه ال reflex agent أنا عنتي مع الطفل الصغير الطفل الصغير لسه بيتفاعل أو بتعرف على البيئة اللي موجودة حواليه تمام ما بفكر بعواقب الأمور بالمرة يعني على سبيل المثال ممكن يكون الطفل الصغير حوالي بصلا بريق شاي أو براد شاي وهو سخن جدا فهو بالنسبة له ما بيدرك عواقب أنه يلمس حاجة سخنة فروح بالمسها تمام الآن خلاص بسجل عنده أنه لمس هذه الشغلة بالنسبة له مؤلم جدا ومش راح هيكرر هذه الشغلة مرة تانية وانتو أكيد يمكن جربتوا هذه الشغلة أنه يعني بتحاولوا أن الطفل الصغير يعني بعد ما يجرب أنه يلمس حاجة سخنة أنه خذ طب خذ المس ها مرة ثانية هو لحال الطفل الصغير بيمتنع عن هاي الشغلة فهذا هو يعني مختصار أنه ما بيدرك عواقب الأمور اللي موجودة حواليا حاليا لكن الستات اللي بتصير معاه يعني فعشان هيك أنه تصرف ونعكاسي والله لمس حاجة سخنة و سبب تلاقي له ألم فبالتالي الانعكاس التصرف الانعكاسي اللي بتطلع معاه أنه ما رح يعيد هذا الـ اكشن كمان مرة فبالتالي هنا تشوز هذا الكلام أنه بس مجرد أنه يعني يعني ترتيب بشكل نقاط أنه تشوز اكشن باست عن كارنت برسيبت برسيبت أنا بقصد فيها اللي هو البرسيبتشن أو الشغلات اللي اللي هو باستقبلها من البيئة المحيطة تمام مش بالضرورة أنه تكون شغلات موجودة يعني في البيئة المحيطة ممكن تكون من الداكرة وهذا الكلام أنا بحاول أشبهه بالروبوت اللي بدي أخلي يتسوق إلي على الانترنت أنه هو يزور المتاجر على الانترنت و و و أنه مثلا يجيب لي أحسن سعر في شغلة معينة مثلا هو فعليا ما عنده سنسور ولا عنده كاميرا ولا عنده يعني ما بعمل برسيبشن ولكن في عنده المعطيات الموجودة عنده موجودة عنده في الذاكرة وليسة من خلال سنسور تمام أوكي ف يعني بنأكد على النقطة هاي do not consider the future consequence of their action خلاص لازم يجرب و على هذا الأساس النقطة تكون في عنده ردة فعلا هل ممكن نحن نعتبر راشنال راشنال يعني عقلاني هل ممكن نعتبر الإيجانت اللي بتصرف بالطريقة هذي عقلاني لا ليه في جزء من العقلانية يعني بمعنى انه الطفل اللي بيلمس حاجة سخنة وهو مش عار يعني هو مش مدرك عواقب هذه الشغلة بس بعد هذا ال action خلاص هو بدرك انه هذه الحاجة سخنة سخنة ومش راح يكرر هذا ال action مش هذا نوع من العقلانية صحيف يعني في عنده نوع من العقلانية نوعا بعد لكن انا انا بحكي نوعا ما جزئيا لانه 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 العقلانية هو يعني العقلانية الكاملة هو يفترض انه ما في حدا عاقل بيكون عنده knowledge انه والله ابريق الشاي سخن جدا وهو بروح بلمسه لكن الفكرة في الموضوع انه ليش انا بحكي عقلانية بشكل جزئي لانه هو ال reflection تبعه اخد يعني انه حكى انه لا هذا شغلة مش كويسة ما تعيد هذا ال action تاني تمام هاي الفكرة في الموضوع واضحة هاي النقطة واضحة يا جماعة طيب هو دايما بيفكر انه اوكي هو دايما بيفكر انه how the world is في الوضع الحالي ما بيفكر كيف الفيوتشر عشان هيك انه راح نشوف شغلة ثانية انه بدي انا ايجنتي يخطط للمستقبل التخطيط بيكون انه انا بدي اخلي الغرفة هاي نظيفة انا في عندي vacuum cleaner vacuum cleaner اللي هو الروبوت اللي بنظف زي المكنسة الكهربائية انه التخطيط تبعه انه انا والله سلسلة الaction تبعي بدي اصل مية نظيفة لكن reflex agent لا ما عنده اي تخطيط بالمرة فبالتالي بركز كيف شكل العالم اللي حوالي حاليا فقط وليس في المستقبل طيب خلينا نشوف reflex demo يعني reflex agent طبعا هذي في حال انه الوضع الاوتمال الاوتمال زي ما تشايفين انا في عندي حلقة زي هيك تمام ويعني ما فيها اي مشكلة بالضبط يعني محظة بس اوكي يعني بالنسبة الى يعني الهدف المطلوب منه انه روح وروح بالتجاه النقاط اللي ما اكلت هلسا تمام You can think ahead all you want ولكن إنه ممكن إنه يعني في الوضع هذا لأنه هذا الوضع optimal ممكن إنه يعني إنه يكون rational يعني بمعنى أنت لو فكرت لقدام أو بدون ما تفكر يعني هذا الوضع rational خلينا تشوف الحالة الثانية إنه بتكون أنا عندي odd خليني أشغل مباشرة الفيديو أوكي ما في يعني ليش توقف توقف لأنه لا توجد أمامه أي نقاط بدها أكل فبالتالي خلاص هذا مش optimal يعني ما في عنده planning ما عنده في التخطيط هو بالنسبة له للك تحرك لغاية ما تصل لغاية لمن إنه نقاط يعني إنه يكون في تحرك باتجاه النقاط التي لم تأكلها طب أنا ما فيش نقاط أمامي إنه أنا بدي أكلها خلاص بيظلو stop فبالتالي فيش عنده هذا looking ahead ما فيه planning بالمرة تمام؟ ناخد النوع الثاني من الـ agent الثاني ما بركز فيه على الـ planning agent الـ planning agent هو بيظلو يسأل طب لو عملت هذا الـ action شو رح يصير فبالتالي بروح باخد الـ decision بناء على الـ hypothesis تبعت الـ consequence of الـ action فبالتالي هنا بيصير طب لو لمست حاجة سخنة إيش ممكن يصير فقبل ما يسوي هاد الشغلة فعشان هيك أنا بكتب لكم هنا ملاحظة إنه هنا simulate هو فعليا ما بيقوم بالـ actions هو بس بيعمل simulate للـ action فبالتالي إنه but instant planning consider what the world would be without actually doing it يعني بدون ما يعمل الـ action كيف حق لو عملت زي هيك إيش رح يصير طب لو عملت زي هيك لو لمست حاجة سخنة شو رح يصير لا أنا رح أنا أحرق فبالتالي لا لا مش رح أسوي هذا الـ action طب لو قفزت شو رح يصير فبالمناسبة إحنا بنا نفكر بالـ agent إنه هو عبارة عن مجموعة من الشغلتين مجموعة من الـ states ومجموعة من الـ actions طبعا هادي finite إيش يعني finite؟ محدودة مجموعة الـ actions إنه أنا ممكن أقفز ممكن يعني أطلع يمين ممكن ألتقط شغلة ثلاثة actions هدول خلاص ممكن أتحرك يمين يسار يعني زي هيك ممكن أضيف الحركة برضو في الموضوع هادي الـ actions أما الـ state يعني إنه شو الوضع الحالي تبعي أو يعني حالة البيئة تبعتي أو الـ perception اللي موجود أنا عندي فبالتالي هو عادة بيفكر إنه كيف شكل العالم رح يكون في المستقبل عشان هيك إنه في عنده planning طبعا هادي الشغلة لازم إنه يعمل formulate the goal لازم أصل لـ goal معين إنه أنا كvacuum cleaner كروبوت أو كأيجنت مطلوب مني إنه أنا أعمل أنظف مكان معين فبالتالي الـ goal تبعي إنه أخلي المكان أنظيف مية في المية يعني أنا روبوت بشتغل في أرضية المطار فبالتالي مطلوب مني إنه أخلي المطار أنظيف مية في المية طوال الوقت زي هيك تمام؟ أوكي طيب هل دائما أنا ممكن يكون في عندي complete planning وهل الـ planning هذا optimal فعشان هيك إنه بنا نفرق بين الشغلتين وكذلك بنا نفرق بين الـ planning والـ re-planning هذا كلام رح يظهر في الـ demo خلينا نشوف هذا الـ هذا الـ re-planning شوفته الـ action اللي صار إنه خلصت الـ dot بروح برجع تاني أي كمان مرة الآن لما نخلص هاي هنا ما فيش عنده نقاط إنه هو يكلها فبالتالي يرجع رجوع تمام؟ فهي المقصود إنه بـ re-planning أوكي تمام؟ يبقى لغاية الآن لو لخصنا الموضوع إحنا في عنا نوعين من الـ agents إيش هما؟ وحكينا إنه الـ agent شو يعني يعني في عندي شغلتين عنصرين أساسيين اللي هما أنا عندي set of actions set of actions يعني مجموعة محددة من الـ actions finite طبعاً ومجموعة من الـ states الآن نيجي للـ search problem خلص فهمنا الأساسيات بدنا نيجي نستخدم هذا الكلام في حل مشاكل how do we formulize a search problem أي مشكلة إنت عندك لازم إنه يعني يكون في عنا طريقة لصياغتها هذا search problem عشان نقدر نخلي الحاسوب يحلها باستخدام search algorithm يعني أنا لو على سبيل المثال على الـ google map أنا موجود في مكان وبيدي أروح لمكان تاني يعني مدينة تانية فكيف ممكن أصيغ هذه الشغلة as a search problem هذه الشغلة الشغلة التانية إنه على سبيل المثال يعني في دومين تاني مختلف نفترض إنه أنا يعني في عندي روبوت الروبوت هذا بده ينظف مكان معين مساحة معينة بيئة معينة والبيئة هذه لازم تكون محددة فكيف ممكن أعمل formulate لهذه الـ problem as a search problem زي هيك بدي أصير أفكر فيهم وهنا هذا موضع المسائلة إحنا عنا في يعني موضع الأسئلة أنا عندي في الانتحانات يعني تطبيق search algorithm هذا شغلة straight يعني إنه أوكي ممكن إنه أنت تجرب يعني لو عرفتك عرفتلك المشكلة تطبيق يعني search algorithm اللي إحنا أخدناهم هدول اللي هما أو لسه بدنا ناخدهم depth والbreedth والuniform search هادي شغلة straight أنا بدي شغلة فيها مهارات أعلى إنه أنا بدي أدي لك problem معينة كيف ممكن أنت تعملها formulate as a search problem واضح يا جماعة النقطة اللي أنا بركز عليها مفهوم إيش المقصود بالشغلة هادي أوات دكتور تمام أوكي search problem من إيش بتتكون تتكون من مجموعة من state space مطلوب منك إنه أنت تعرف state space إيش هو state space يعني إنت لو على سبيل المثال عندك الباكمان بتروح إنت بتحدد البورد أو يعني المساحة اللي بيتحرك فيها باكمان يعني الأبعاد تبعتها كذا في كذا مثلا أربعة في أربعة أو أي شغلة يعني اختار المساحة لازم تكون محددة لازم إنه تمام؟ وبدك تحدد إيش المختلفة اللي عندك ممكن تكون موجودة يعني إنه أنا يكون في عندي الباكمان موجود في النص وحوالي هذي كلها مش مأكولة هذي state ممكن يكون هنا موجود تحت وهدول كلهم مش مأكولات ممكن إنه يكون هنا طالع فوق وإنه هذي مأكولة والباقي مش مأكولات وهكذا بدك تحصرهم كلهم حنشوف كيف نحصرهم كلهم منان على توليفات معينة النقل العنص الشغلة الثانية اللي بدك إنه تحددها اللي هي الساكسسور فانكشن اللي هي تشمل الاكشن والكوست الساكسسور فانكشن معنى ذلك إنه إيش هي الستيت الجاية الجاية يعني بمعنى إنه إنت موجود في state هذي الس 1 الآن ممكن إنه إنت تنتقل هنا لس 2 وممكن تنتقل لس 3 الآن ممكن تنتقل لس 2 إذا أخذت أكشن 1 وهذا بكلفك 7 طبعا التكلفة هنا ممكن إنه نعتبرها يعني حسب حسب الـ domain حسب الـ problem لنفترض إنه هادي مدينة وهادي مدينة تمام فبالتالي إنه التكلفة إنه ممكن نعتبرها إنه هي المسافة بين المدينتين هدول فبالتالي الاكشن إنه إنت تدرايف إنه إنت تروح من المدينة هذه للمدينة هذه تروحها لشمال يعني زي هيك تمام إنه هي أخذت الاكشن هذا وهي التكلفة طبعته والأكشن الثاني هادي ممكن إنه هاد التكلفة طبعته مثلا 6 أو 8 زي هيك أوكي ببساطة هاي التمثيل طبعه إنه إذا كانت أنا عندي الـ state زي هيك ممكن أروح east هايو شايف رايح على باتجاه الشرق اليمين أوكي بمقدار خطوة واحدة أو بمعنى إنه الـ cost واحد أو ممكن تروح north هايو زي ما انت شايف هايو طلع فوق هايو هنا تمام وهي الـ cost تبعتها زي هيك هذا الكلام برضو ممكن تطبقه على الشترانش إنت عندك tiles تبعت الشترانش أو الرقعة تبعت الشترانش كديش عدد details اللي موجودة فيها كذا في كذا تمام إنت عندك عدد يعني الـ boards زي هيك ونعتبر إنه إنت عندك الـ initial state إنه إنت عندك هنا الحجار تبعتك في الصف الأول والصف الثاني وهنا نفس الإشي في الصف الأول والصف الثاني هذه الـ initial state إيش الـ action اللي انت ممكن تسوي انت فقط ممكن تحرك الحصان تمام مش ممكن تحرك ولا حاجة تانية لأنه إنت في عندك الجنود هنا أو ممكن الجنود هدول ممكن تحركهم خطوة أو خطوطين كلهم هدول زي هيك فبالتالي إنت بتحصر الـ state of actions أو الـ state of space إنت عندك إنه إنت ممكن من الـ board هادي تنتقل لـ board تانية وتكون موضع الأحجار إنت عندك في الشطرنج بهذا الشكل أو ممكن تعمل حركة تانية وتنتقل لـ board تانية لرقعة تانية من الشطرنج وبكون إنت عندك يعني وضع الأحجار يعني وضعات مختلفة تماماً وأتحط الفكرة وكي لازم يكون في عندك هنا start state والgoal state start state اللي هي الـ initial state إنه إنت مثلاً بديت بهذا الـ state إنت أول ما تبدأ في اللعبة بتبدأ إنه هو بحط لك الـ back man في النص وكله مش مأكول هذه الـ start state أو الـ initial state الـ goal state إش هي الـ goal state إنه إنت عندك مثلاً في الـ tic-tac-toe إيش الـ الهدف؟ الهدف إنه إنت تجيب تخلص النقاط بالضبط أو تخلص النقاط يعني في الـ back man إنت تخلص النقاط لكن الـ tic-tac-toe اللي توي أفقي عمودي بالضبط line بالضبط يعني إما أفقي أو عمودي أو حتى diagonal diagonal بالضبط تمام طب في الـ فيش غطر عن شو الـ goal state إنت عندك أخذ الملك كش ملك بالضبط انه إنت تصل للـ state إنه خلاص الملك محاصر أي حركة بسويها راح يموت تمام؟ فـ goal state بتختلف يعني أنا ممكن أجيب لك بروبلم مثلاً زي الـ game ممكن أجيب لك بروبلم مثلاً زي التسوق ممكن أجيب لك بروبلم زي التنظيف يعني فبديك إنه إنت تفتح ذي هناك إنه آه شو ممكن تكون أنا عندي الـ search state أو الـ state space في هذي الحالة شو الـ actions بتكون إنتم وضحوا بهاي الطريقة مثلاً يعني على المثال اللي أنا بدي أطلبه منك تمام؟ وتحدد إيش هو الـ start وإيش الـ goal state تمام؟ خلينا ناخد كمان مثال اللي هو الـ 8 puzzle عارفين الـ 8 puzzle صح؟ اللي هي بتكون الأرقام أظم من الـ 1 لـ 3 اللي هو الـ 8 puzzle يا سيدي العزيز نعم هايو زي هيك ها ما هو الأرقام بالزبط هادي 16 تمام؟ ويعني هما بكونوا شفلت في البداية وإنت بتحركهم بحيث إنه انت تصل يعني هادي شفلت ولا ما أعتقد هايو بتكون ممكن إنه زي هيك مش مرتبت الهدف إنه إنت هايو عندك واحدة فاطية بتضلك تزيع هادي زي هيك وتودي هادي زي هيك لغاية لما ترتبهم 1 2 3 4 فهادي الـ initial state شو الـ goal state؟ الـ goal state إنه series يكونوا series الركبات ordering ترتيباً بالزبط إيش الـ action؟ إنه إنت تتحرك الطايل move شمال يمين up down right left بالزبط بس إنت في عندك أربع حركات وفي بعض الأحيان بس عندك حركتين يعني هنا إنه عندك هذا صحيح ما يسوي rotate زي rotate إنه ندوران بالزبط أنا بقصد إنه إنت عندك لو كانت الطايل الفاضية إنه هنا بكون في عندك أربع action مزبوط صح صح اتخيل الـ 6 فاضية فالخمسة ممكن جيبه هنا أو الـ 2 أو العشرة أو السبعة لكن هذه الطايل الفاضية إنت بس عندك حركتين شايف كيف إنت بتحصر الـ space إنت عندك بهذا الشكل؟ يارة معك يارة 15 بالزبط أوكي تمام يبقى الـ goal state هو solution اللي إحنا بندور عليه طيب بنصير بنفكر في search problems إنه هي عبارة عن AI models والModels هادي مش perfect دايما لو أنت ضفت تفاصيل كتير مش رح تقدر تحل رح تعقد الموضوع تمام؟ وإذا أنت ما ضفتش تفاصيل كتير مش رح تقدر تحلها يبقى هذا بدي أقول إنه هو عبارة عن art أكتر من إنه هو science يعني بدي يكون في عندك فنيات هيك إنه أنت تحدد التفاصيل تبعتك بحيث وإش الشغلات اللي أنت بدك إنه أنت تشيلها من التفاصيل هذا الموضوع اسمه abstraction هذا الموقت لغاية درجة معينة بحيث إنه أنت توجد حل وتكون أنت عندك يعني إنه يعني search problem إنه مصغى بشكل جيد طيب ناخد مثال تاني مختلف اللي هو traveling in Romania إحنا شفنا مثال على games كتير شفنا shot run شفنا backman شفنا tic tac toe شفنا كمان يعني هيك مثلة سريعا شفنا إيش كمان آه هما دول الآن ناخد traveling in Romania السفر في رومانيا إنت عندك هاي خريطة رومانيا تمام هاي إنت عندك العاصمة بوخرست وممكن إنه إنت تحط يعني إنت أفترض حالك إنه إنت في المدينة هذه في أراد والهدف إنه إنت بدك تروح على العاصمة كيف ممكن تروح على العاصمة على أكثر طريق نروح على الدغري على 140 ومننزل على 80 على 97 على 101 إنت بتحكي هيك 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 نعم صحيح أكثر طريق في طريق تاني في مش طريق في كمان آه في هاي طريق طريق الثانية في طريق ثالثة وين بنزل تحدي؟ هي تنم بالزبط ع 118 101 وفي رابعة في رابعة بني قد نتلع من فوق بالزبط لا وكمان من فوق هلا وخابسة كمان في كمان من فوق من فوق صحيح طبعا من فوق ممكن إنت وتخدها كمان من طريق الثمانين يعني كمان من فوق وطريق الثمانين تنزل وبتنزل يعني فيها يمكن من عند الثمانين تنزل لتحت الكراب على بالزبط صحيح بعدين ترجع فيعني احتمالات كثيرة احتمالات كثيرة 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 بس كلها عشان أروح من أراد لبخارس طيب إيش أفضل حاجة؟ نشوف أقصر طريق أسرع أو الأقصر لا الأقصر والأسرع يعني نشوف أنه فيش فيها أزمة فيش فيها ترافيك حذر كمان لتراك ناخد طريق الأقصر مسافة لأنه فيش فيها ترافيك عالي أوكي طيب دياك تلاحظ شغلة معينة إنه إنه على سبيل المثال إنه يعني هنا أنت في عندك كوست أوكي يعني يعني هذي بتمثل تمام الآن أنت حسب النظر إنه ممكن تقول إنه والله أقصر طريقنا أنا بدي أروح بهذا الاتجاه زي هيك نعم صحيح بالضبط لكن لكن إفترض إنه إنت عندك الطريق من هاي المدينة لهاي المدينة هذه عبارة عن طلعة جبل أي نعم المسافة 140 لكن طلعة جبل عرفت كيف؟ فبالتالي البنزين بيكون أغلع بتكلفني مثلا سولة الأكتر الكوست بتكون أقل الكوست بتكون أكتر أكتر بالضبط فأنت نشوف شي سهل عشان يكون أكوست أقل طيب بدنا نصيق هذا الكلام كإذا سير شي يعني دكتور أنا إما أني بختار إنه العامل يلي لإلي يكون المسافة الأقصر أو أني ممكن أختار الطريق السهل اللي أسلس ما فيش فيه معيقات حتى لو كان أطول هذا النمبر هذا النمبر ممكن أنه أنا أعبر عنه أنه هو الكوست والكوست أنه ممكن أنه تكون هي عبارة عن ممكن تكون أنه هي عبارة عن بالإضافة لوعورة الطريق أنه هذه طريق أوف رود مثلاً طريق وعيرة زي هيك فبالتالي أنه أنا بختار المعيار فبالتالي أنا لازم أكون عارف أنه النمبر هذا عن إيش بيعبر بالضبط وأنا إيش المعيار اللي أنا بتيها هذه الشغلة الشغلة الثانية أنه بدنا طريقة للبحث طريقة بحث شو يعني دكتور مش فاهم يعني أنت يعني أنت يا جورج لو بدك أنه أنت تسوق من أراضي لأبو خريس وين بد نروح؟ أنا أحكيها دك الطريق اللي هي 140-80-97-101 شوفت أقصى الطريق هذي في العين في النظر هلا أنا ما أحكي لك في جبل إذا كان جبل لا أنا بدي أدور على إشي سهل يعني بدي أدور على إشي ما يكلفنيش يعني وردو يكون وردو قصير بأخذ الطريق التالي يعني أنت جورج لسه ما حددت الإشي اللي بدك يا يعني هل بدك الطريق الأسرع ولا بدك الطريق الأسهل ما هو ما هو ده أحكي لك شغلة ما هو فيبام ونش بحكي لك هلا في عندك عدة عوامل أول عامل بدي أشوف أول شيء الزمن بدي أعرف الزمن مثلا بدي أعرف كليش التكلفة بدي أعرف كليش المسافة بدي فيك عدة عوامل مربوطة يعني بقلاش من أجهة كله الله وإي الله أوكي أنا اخترت بالنسبة إلي أنا شايف هذا أيك أوكي أنا اختيار عيني يعني أنا شايفه لأنه مش عارض الواقع يعني بدي أرض الواقع يعني بده بلاوي مثلا تكلفة من صلر بده طريق وعرة مثلا هديك الطريق بجوء صحيحة أطول بس ولكن مثلا أريح في السواكة ما أحكي لك يعني عندك عوامل نشتغل عليها أنا بدي أبسط لك إياها يعني أنا سؤالي بدي أصل لنقطة معينة إنه بدي أك تعتبر إنه هذا الرقم هو عبارة عن cost وليس distance يعني مش distance بس يعني هذا الكوست يعني قد يكون distance قد يكون يعني distance مع وعورة الطريق بغض النظر إنه الكوست يعني من أراد من أراد لهاي المدينة مية وأربعين تمانين سبعة وتسعين مية وعشرة أوكي أنت بديهيا أنت بتك تروح تختار هذي الطريق صح؟ صح ولا مش صح؟ صحيح يعني هك بطلعت أقربنا أربعمية وشوي أربعمية وشي طيب ها قيت أنت خطرته زي هيك طب كيف ننخلي الكمبيوتر يختاره؟ كيف يعني؟ أنت 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 يعني الخريطة موجودة قدامك وبالنظر هيك رحت اخترت هذي الطريقة عدد طريق صح؟ سؤالي الآن لنفترض أنه أنت عندك يعني مجموعة من المدن يعني كالستا زي هيك وبدك تختار طريق يعني يعني بدي أقول له خد هاي مجموعة المدن تمام؟ للكمبيوتر وبدك توجد لطريق كيف بدي يدور؟ بدي يحسب كلهن من النقطة اللي بدي لنقطة النهاية وبعدين يخد الأكثر الله ينور عليك إيش حكيت؟ بدي يدور بدي يعمل سيرش معنا ذلك أنه هو بالنسبة له ما في عنده فكرة إنه والله آه هذي الطريقة فإيش بدي يسوي؟ أنت في أراد أنا في أراد أنا في عندي احتمال أروح بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه فهو بروح بعمل سيرش في هذول الاتجاهات الثلاثة تمام؟ وبيضل يدور لغاية لما نيصل للجول بروح بحسب التكلفة بروح باختار الأقل التكلفة وبعديها ببدا يتحرك واضح الكلام إنه إيش معنات؟ إنه أنا أعمل بلانينج البلانينج إنه أنت تطبق السيرش بدون يعني أنت أوفلاين لسه ما تحركت أنت لسه بأراد عملت سيرش أنت عندك في الاحتمالات اللي ممكن إنه إنت تروح فيها تدور فيها تمام؟ بتطلحها كلها تحسب أقل تكلفة وبعديها بتختاره وبتقول له خد نفذ هاي الطريق من الأول للآخر هدا أوفلاين أوكي؟ طيب عشان يعني عافوا سلامتك دكتور الله يسلامك عشان نعطي هاد الكلام للكمبيوتر لازم نعمل فروميليات لهدي البروبلم أسرش البروبلم زي ما تعودنا على العناصر ثلاثة علية state space successor function وي القول كيف نصيخهم؟ هاي الستات عيشتنا عن هو عبارة عن cities إيش الستات طبعتي؟ إنه إيش الستي اللي أنا موجود فيها حاليا أسي إيش successor function إنه هو عبارة عن road إنه إنت تنتقل من مدينة لمدينة تمام؟ وبدك تاخد بعن الاعتبار cost اللي هي بدنا نعتبرها إنه مبدئيا إنه هي عبارة عن distance إيش الستات؟ إنه أنا من بوخارست أروح لأراد عفوا هادي الستارت من من أراد إنه هادي الستارت state وإيش الgoal؟ goal التي بوخارست بالضبط معنى ذلك إنه هو كل مرة بروحها لمدينة معينة بروح بفحص هل المدينة هادي بوخارست؟ لا استمر هل هادي المدينة بوخارست؟ لا انتقل لمدينة ثانية على غاية لمن إنه يصل لبوخارست ساعتها بعمل stop وصلنا للgoal تمام؟ فملاحظ هدول الأربع شغلات اللي مطلوبة منك إنه أنت تحددها يعني أنا ممكن أجيب لك بروبلم زي هيك إنه يجيب لي إيش العناصر تبعتها يعني أحدد لك يا دكتور زي هيك بالضبط بدي الspace state والsaccessor function والstart والgoal test والgoal test بضبط السلوشن أنا عندي هو عبارة عن سلسلة المدن اللي أنا بدي أتحركها لغاية لمن من أراض لغاية بوخارست طيب أيش الstatus base؟ نرجع لموضوع الabstraction بالمناصبة موضوع التفاصيل أنا عندي الenvironment زي ما انتوا شايفينها أمامكم في السلايد إيش في عندي؟ أعتد معايا إيش في عندك؟ باكمان وإيش كمان؟ دكتور بس ما فهمتش لأنه نقطع بس ما فهمتش حبل نجح بحكي بحكي إنه الآن إنت في عندك environment موجودة أمامك في السلايد إيش العناصر اللي موجودة في الـ environment هذه؟ أول حاجة عندك الباكمان نفسه الباكمان نفسه النقاط البيضة عند النقاط البيضة اللي بدها تتاكل شو كمان؟ الجدار والنقاط الفاضية والكما نشبه والدولي الـ ghost نعم بالضبط بالضبط أوكي فبالتالي الـ state تبعتي بدي أحافظ على الـ abstraction ما بدي أحطها في حصيلة كتير إيش بدي أحط؟ اللي هو الـ location تبعي إنه يعني يعني هذا بالمناسبة إنه في موضوع الـ bathing اللي مقصود فيه المسار المسار الطريق من مدينة لمدينة فعشان هيك إنه أنا يعني إنه أنا وين موجود إنه أنا هاي location تبعي في X و Y طبعا أنا عندي هنا في في الـ coordinates هذول X و Y وكتب لك الـ action هان تحت برضو North, South, East, West بالضبط أربعة actions تمام؟ إيش الساكسسور هي عبارة عن دالر تستدعيها عشان أنت تغير الـ state تبعك اللي هو عبارة عن update location only تمام؟ إيش الـ goal؟ اللي هو عبارة عن الـ location المفروض إنه أنت تصلوا هذا الكلام في إنه أنت بدك تتحرك من نقطة لنقطة تانية خلال المسار معين طيب، نيجي إلى الـ back man إيش الهدف؟ أو إيش الـ problem هذي؟ eat all dots مطلوب منه أنه هو يأكل كل النقطة النقطة يبقى إيش الـ state أنا عندي X و Y بالإضافة لـ dot booleans إيش المقصود بالـ dot booleans؟ إنه الـ state تبعتها هل هي مأكولة؟ أو لا؟ هل هي مأكولة ولا مش مأكولة؟ بالضبط، يعني هاي dot شو الـ state تبعتها؟ ما مأكولة، واحد واحد هذه zero بالضبط، زي هيك إيش الـ action؟ north south east west بالضبط، إنه أنت ممكن تتحرك في كل الاتجاهات أنت عندك هنا في هذي الـ board في هذي الـ environment شو الـ successor function؟ إنه أنت تعمل update للـ location تبعك الـ X والـ Y تبعك بالإضافة لإيش كمان؟ إنه أنت تغير في الـ boolean dot يعني بمعنى إنه لو هذي تاكلت إيش تكت تشطب إنه هذي بدل ما كانت واحد صارت zero زي ما يرجع على هاش؟ بالضبط، إنت تعمل update للـ state هي عبارة عن دالة تعمل update للـ state اللي هي اللي هو عبارة عن الـ location بالإضافة ل الـ boolean تبع الـ dot أو الـ on off نفس الشي هي zero one بالضبط إيش الـ goal؟ إنه الـ dot تصير كلها false كلها false صحيح الشارع هو يعني متعلق في الـ problem تبعتي نعم نعم إذا صارت كلها false معناها إنه أنا أكلتها كلها صح؟ تمام هل قيت؟ طب دكتور بخصوص الـ ghost يعني بدش يعرف إنهم خطر اللي إنك تعرف إنه هدو الخطر هو هدو عبارة عن مستوى من التفاصيل ها أوكي هدو عبارة عن مستوى من التفاصيل مش معناته إنه لأم يعني مش صح إنه أنا أخطه أنا بحكي إنه الـ abstraction هو التحرير حقكم في مستوى التفاصيل اللي موجودة عندي تمام؟ فالآن إذا لازماني بشكل كتير كبير إنه في الـ planning أو في يعني في إنه أنا عمل solve the problem إنه أنا لازم أشرد من الـ ghost بدي أحط هذا الكلام طيب كيف نحسب الـ size؟ خمسة في ستة تلاتين يعني عم هذا الـ size صحي تمام الـ action أنت عندك نورث ساوث ايست ويست وعندك الجوست بوزيشن اتنعاش انت عندك هنا ستة تمام انه عندك هاي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام فعندك اتنعشر بوزيشن للتو جوست هاد دول وانت عندك هنا خمسة في الستة تمام وانت عندك يعني تلاتين بوزيشن مختلف انت عندك في هاي البورد اوكي اعفوان مية عشرين بوزيشن مختلف الان كيف دك تحسبهم بنا نحسب كل هدول الكمبينيشن بع بعض اللي هما عبارة عن المية عشرين ضرب اتنين وستلاتين ليش اتنين هاد عبارة عن الفود اللي هي الضوت ايش الحالة تبعتها صفر وواحد يبقى حالتين اكم دوت انا عندي تلاتين رفعناها للأس تلاتين هاد الكلام كله عبارة عن كومبينيشن بالاضافة للقوست بوزيشن انت عندي عندي اتنعاش أس اتنين عددهم اتنين ضرب اربعة ليش اربعة لانه لانه جهد ايتوه uh north east west بالضبط صحي انا في عند اربعة اتجاهت وكي states for bathing إنت عندك 120 مثار تمام وإنو states to eat all dots اللي يه 120 في 32 طيب حاجات أنا بس بدي أرجع هنا إيش حكيت حكيت eat all dots ما حكيت إنو eat all dots وإنو الشرد من الغوست هنا عرفت problem مختلفة صح صحين معايا إنو eat all dots while keeping the ghost برمسكر ملاحظين إيش في عندي نوعين من الغوست في عندي الضوط الصغيرة الضوط الكبيرة الآن إذا أكل الكبيرة معنى ذلك إنو الغوست بدل ما تصير إنو هي بتتبعه وهي بتصير إنو تشفرد منه فبالتالي أنا ضفتها كجول أنا عندي إنو أنا في عندي واحد إنو آكل كل dots اتنين بدي إنو أخلي الجوست إنو خايفة مني فعشان هيك بدي أرجع هنا ومستوى التفاصيل اللي أنا بدي أضيفه بدي يختلف هنا واتحط الفكرة كيف صح صحين معا معاك يا دكتور معاك دكتور آه بزيد التفاصيل بالضبط بالضبط ليش لأنو البروبلم اختلفت أوكي تمام إيش بضيف عليها الـ action position dot boolean بالإضافة يعني بدل ما كان أنا عندي هنا هاي بدي أرجع هنا كان عندي شغلتين اللي هي الـ x وال-y position والـ dot boolean إيش بنا نضيف عليهم هايو هدول الشغل اللي هي الـ agent position اللي هي الـ x وال-y dot boolean صفر واحد إيش كمان بدي أضيف عليها برضو يعني معلومة جديدة اللي هي الباور billet booleans والـ remaining scared time يعني أنا لما أكلها طبعا في أنا عندي عداد من الوقت إنه مثلا لـ 30 ثانية بيظلهم يشردوا مني بعد هيك خلاص فهذه المعلومات اللي لازم تكون عندي ملاحظين إنه أنا إيش ضفت على الـ state space كinformation إضافية عشان الـ problem اختلفت هذا هو المطبوب تمام حاول قدر الإمكان أنه عندما تعمل abstraction لـ state information قدر الإمكان إيش السبب في ذلك إنه إنت بدك تظهر لـ state space لاحظ هنا إنه بس إحنا عنا المطلوب إنه هو يأكل هدول الدوتو إنه هو يتحرك يعني north south east west شايف قديش عدد اللي صار موجود عندي تخيل إنه إنت ضفت عليهم معلومات إضافية هنا فبالتالي عدد الأرقام اللي بدك تضربها في بعض حيصير أكتر بكبير بكتير فعشان هيك الـ state space رح يكبر بشكل كتير كبير والـ search رح يصعب واضح واضح ليش إحنا بنعمل abstraction أوكي طيب الأمور تمام لغاية الآن تمام دكتور تمام دكتور تمام ولا صار في عندكم stack overflow ده لسه موصلناش لمرحلة أنا تمام دكتور بالنسبة لي تمام تمام طيب أوكي هتجيت الـ state space اللي إحنا عديناه جيبنا الـ combination تابعه لاحظ أنا بدي أدي لك hint الـ 8 puzzle يحسب لي عدد الـ state تابعتها دك 1-2 3-4 5-6 7-8 8 وهذه فاضية تمام 8 قوة فكر فيها لا أنا بس بدي أدي لكم إياها كعينت أنه فكر فيها الشطرنش كيف ممكن لحسب الـ state space طبعتها زي هيك بدي أكم تفكروا فضل عدد البلاطات في القوة طبعات المساحة المليانة يعني 6 قوة 8 قوة 8 8 قوة 8 8 قوة 4 أناقص 2 أربعة وإيش الاثنين لا إحنا عنا 8 أشكال مظبوط هلا 8 أشكال كل يعني كل واحد بقدر يسوي أربعة تجاهات بس إحنا نقصنا نقص اتنين هم آخر إشي لأنه عندك الفراغ ممن فش عنا غير يعني احتمالين يعني يعني خلنا نقول 8 في 4 32 نقص 32 يعني القص north south هادي هادي أنت ممكن تحسبها أنه سيمبلي أنه أنه أنت مثلا عندك خلنا ناخد أنه إيش الاحتمال أنت عندك تاخد ال 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 البلاطة الفاضية هاي احتمال تكون موجودة هنا موجودة هنا 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 وكم احتمال عندك تسعة احتمالات صح تسعة صحيح واحد وكم احتمال أنت عندك للواحد ممكن يكون هنا 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 برضو تسعة وطحة كيف يعني زي هيك أي نعم أنت في عندك أنه أنه أنت عندك الاتجاهات أنه ممكن تتحرك فيها بس زي ما ذكرت الاتجاهات هذه مش دايما أنت عندك أربعة فممكن أنه تفكر فيها أنه أنت تحسب ها بهاي الطريقة أنه أنت كل عنصر إيش إيش احتمال المكان بغض النظر وبتروح بتجيب مضروب هدول الكلام كلهم وهنا إحنا عنا تمانية مش تسعة تمان احتمالات مش تسعة احتمالات تسعة تمام وضح وضح الدكتور تمام وضح التلميح طيب بدنا بدنا نشوف الآن الستيت سبيس هذا طبعنا كيف بدنا نمثله ممكن نمثله كالتري ممكن نمثله كالجراف شو الفرق بين هدول الشغلتين لنفترض أنه أنا عندي لقيت بازل أنه هدي هي الانيش الستيت طبعي تمام هلقيت أنه أنا في عندي حالتين هنا بروح بمثلها كشجرة إيش الحالتين هدول إنه هذا الكلام كله نفس الإشي بس إيش الاختلاف إنه ما علش خليني أعمل هم سريعا دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الستة تنزل هنا تمانية هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني تمانية ترى مين بالضبط الثمانية هتيجي هنا وهذه تصير فاضية هاي السبعة وهنا واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بهذا الشكل واضح كيف أنا مثلتها كالشجرة طب بينان على هذه الستيت إيش في عندي احتمال كم احتمال أنا عندي بصير هنا وهكذا فبالتالي أنا ممكن أمثلهم على شكل الثري طب الغراف الغراف إنه إذا أنا رجعت بنفس لنفس الستيت ساعتها يعني ممكن أنا أمثل هذه الشغلة على شكل الغراف أسهلي في التمثيل لكن إذا الغراف أنا عندي مش ممكن إنه هي تتكرر أو النود مش ممكن إنه هي تتكرر فبالتالي إنه الثري بتكون أفضل للتمثيل مش عارف إذا النقطة هذه واضحة بنسبة ل الكم ولا لا يعني أكيد إنه مر عليكم أنتوا في الديتا سركشور التري والغراف ببساطة جديدا في الديتا سركشور إنه التري بيكون في عندي أنا حاجة اسمها روت نود كمام الروت هي الأصل هو بطلع منها كل التفريعات أوكي تمام فبطلع منها نود فرعية ونود الفرعية بطلع منها كمان نود فرعية هذه تري شكلها كشجرة أما الغراف إنه أنت بتكون عندك النود بهذا الشكل تمام ممكن الانتقال من هذه النود لهذه النود بعدين من هذه نوعين إحنا بتذكر top down bottom up يعني هذور نوع بعدين من هذه ترجع لها كمان مرة واضح هج الفرق في الغراف والفكرة إنه ممكن إنه الغراف إنه أوكي إنت ممكن تروح حيق وبرضو كمان ممكن ترجع لل state هذي كمان مرة زي إيش البوتوم أب وال top down هما دكتور لتري لأخذ نحن إنه إنه بيكون مثلا عنا الشجرة وبدأ تتفرع زي ما إنت رسم في النص رسم من النص وفي إيش بيكون بالعكس يعني هنأخذ من لتري يعني هي البوتوم هذا في موضوع كيف تعمل traverse كيف traverse يعني traverse يا جماعة traverse كيف تستعرض الشجرة مين يساعدني في ترجمة traverse traverse كيف الرجوع اللي هي ترجع traverse يعني كيف تعمل visit لكل nodes ترجع لأخير الشي لل root nodes العكسي رجوع بالعكس لا التraverse أنت ممكن تبدأ من root وتنزل تحت لغاية leaf هذا top down وممكن أن يكون العكس أنه أنت تبدأ من leaf لغاية لما تروح للroot بس إحنا في AI عادة نعمل traverse من root node نبدأ من root node بس أنا بحكي الجراف شغلة مختلفة مش يعني ما بتكون أنا عندي في tree أنا عندي نقطة مركزية لهي root node أما في graph أنه أنا هنا ما عندي root node بالمرة يعني خلي خلينا ورش أعطيكم إياها هنا في تمثيل هاي وزي هيك شايفين هادي هادي tree وهادي graph شايفين graph هادي أنه أنت عندك في D ممكن تروح هيك وممكن تروح هيك وبعض هدول التنين ممكن يجوا على C هذا الكلام مستحيل أنه يصير في tree طبعا مثل الخرطة طبعا بوخارست رومانيا هي graph ممكن نعتبرها graph صحيح بالضبط أوكي تمام أما tree أنا في عندي هنا root node S وبتفرع زي هيك تمام وهذه كل واحدة فيها لها تفريعات فرعية أوكي فترجع للموضوع أنه أنت كيف تعمل تمثيل لل state space تبعك ممكن تعمله بطريقتين graph و tree أوكي يبقى state graph هو عبارة عن mathematical representation ل search problem تمام بgraph زي ما احنا شايفين أنه هذه node ممكن أنتقل لهذه node ممكن أنتقل لهذه node هذه node بشير ترانزيشن لهذه node تمام هذه node مدام أنه هذا السطر فاضي إذا أنت تحركت بهذا الاتجاه أو هذا الاتجاه عشان هيك أنت في عندك هذا ممكن تنتقل لهذه state وممكن ترجع لها تاني هذا الكلام ممكن في ال tree واضح يا جماعة واضح دكتور واضح إذا حدا مش واضح عنده الأمور يحكي للي أنه ممكن أنه مرّت عليكم هذه الأشياء كيف صحيح أنا بسأل أنه ما أخذ معنا الأمور واضحة تمام يعني بسيطة ولا شايفين أنه الأمور يعني لأنه هذا يبنى يعني 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 يبنى عليه لاحقا يعني لأنه لازم تكون هذه النقطة واضحة بالنسبة للكم وربح دكتور تمام أوكي هاي شكل ال graph زي هيك تمام ممكن أرجع هنا ممكن أرجع هنا أنا عندي من S ممكن أروح على D وممكن أروح على E مباشرة تمام الآن من B ممكن أروح على Q وزا 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 على Q خلاص يعني ما بقدر أروح على أي مكان زي هيك أما أما لو بدي أمثل يعني هاي تمثيل الباكمان على شكل graph هي نفس ال problem هاي بدي أمثل على شكل tree هاي أنا عندي start أو root node هاي possible futures إن أنا ممكن أتحرك east وإن أنا ممكن أتحرك north وهكذا وروح بفرع زي هيك تمام start state زي ما تفقد احنا بنا نسميها root node تمام طيب في بعض problem أو مش البعض في أغلب problem بيكون أنا عندي status space كبير جدا ما بقدر إنه أنا أبني hole tree فعشان هيك search algorithm مهم جدا في إنه نختاره بعناية عشان إنه في يعني معظم problems إنه ما بقدر أحمل كل nodes أنا عندي في الذاكرة لأنه حجمها كبير فعلا أنا في عندي هنا أربع states A S D G لاحظ كيف الترانزيشن إنه أنا عندي من S ممكن أروح لل A وال B الآن أنا في عندي هنا loop إيش هي loop إنه إذا رحت A ممكن أروح على B رحت على B ممكن أرجع على A رح لل B لل A لل B لل A إلا إذا انتقلت مثلا لل G تمام فبالتالي هذي ممكن إنه تسبب عندي إنه الشجرة هذي تكون كتير كبيرة ما لنهاية في الواقع إنه state space تبعها ليش لأنه أنا في عندي loop جوا إنه من A B من B A A B B A وهكذا فهذا الكلام إنه هايو واضح إنه أنا عندي هايو A هذا عبارة عن subtree اللي هي عبارة عن إيش B G لاحظ إنه هاي هم كررة هنا B G تمام وال B كروت عيش أنا في عندي E A G تمام هايها موجودة هنا هايها A G تكررت فحط تلاحظ إنه عدد تكرار إنه إلى ما لنهاية طيب نرجي على رومانيا بدنا نبحث إيش ممكن نستخدم ممكن إنه نعمل نمثل هذا الكلام إنه أزا سير ش 3 ممكن نستخدمها كجراف صحيح لكن برضو ممكن تنفع ك3 ليش لأن أنا حددت ال start note حدد ال start note اللي هي أراد من أراد إحنا حكينا لأ كم مدينة ممكن أروح صحيح بس أنا عندي اهتمالات كمان بس أنا من من أراد تحديدا كم مدينة ممكن أنتقل 1 2 3 3 3 وبدين 4 تبعا أنا بحكي لنكست سيتي بس أنا عندي 3 مدن اه 3 صحيح مزموعة 3 مدن يعني إيش نكست سيتي بس 3 أوكي هاي واحدة اللي هي هاي وهاي الثانية وهاي الثالث مزموعة فبروح بمثلها كشجرة زي هيك هاي أراد تمام هاي هاي المدينة وهاي هاي المدينة وهاي هاي المدينة الآن انتقلت لوحدة منهم لنفترض إنه هاي برضو نفس الفكرة ممكن أروح أفرع إيش المدن اللي أنا حتى نصل بالضبط لاحظ حتى إنه إذا رحت على هاي المدينة هاي وأراد برد بقدر أرجع لها تاني وبرضو هنا هي وأراد موجودة وهنا هي وأراد موجودة بس إحنا متفقين إنه إحنا بدنا نستخدم السيرش كمثال هنا بس للتوضيح يعني عشان نبين الأمور أوكي فهدي بعملها اكسباند إيش المدن الاحتمالات اللي اللي أنا ممكن أروح لها أرجع للخريطة هنا أعتقد اللي هي هاي صح بالضبط آه هاي هاكم احتمال إنت عندك هاي واحد هاي اثنين أربعة أربعة هاي تلاتة هاي أربعة بالضبط لما فيهم أراد يعني هاي وكلنا حكينا عنه نهو نعود نرتع لها بالضبط هاي أربعة احتمالات إنت عندك وهكذا تمام بتخيل الموضوع كيف طيب بدنا نعمل هات الكلام كفورميليشن الغوريثم بروح بعرف دالة هدا بسودو كود بروح بعرف دالة الدالة هادي اسمها التريسيرش شو بديها بروبلم تبعتي وش بديها بستراتيجي الستراتيجي هو عبار عن السيرش الغورثم اللي احنا بدنا نحكي عنه الآن في السلايدي الجاية اوكي ايش بترجع؟ بترجع للسليوشن او فيلر انه هي ما قدرت انه هي تلاقي الحل ايش الخطوات؟ بروح بعمل انشيل لالتري زي ما احنا شفنا من الانيشيال state of the problem وايش بديها تسوي؟ لوب ايش بتعمل؟ if there is no candidate for expansion اذا ما كان في عندي نود افردها شو بسوي؟ بروح بعمل failure برجع failure تليش؟ لانه لو كنت انا اصلا لقيت حل كان ما وصلت لهدي الستاتمنت يعني لانه كان ممكن انه انا هايو then return corresponding solution واضح؟ فهنا بروح بختار choose a leaf node for expansion according to strategy يبقى الستراتيجي ايش بتحدد؟ هي بتحدد انه نعمل expand لهدي السيتي او هدي السيتي او هدي السيتي اللي هي search algorithm اللي احنا بدنا نحكي عنها اللي هي ايش هي؟ احنا حكينا عنها في بداية اللي سلايدز اي سلايد كانت؟ هدول هنا في بداية اللي سلايد هدول الالغورثم هذي هو المقصود بالستراتيجي يعني ما بتعبحث depth او breadth او uniform او كي؟ او كي؟ يبقى فهمنا انه اذا رحت عملت expand لكل النوات اللي في الشجرة بقول انه فعلا انا ما وصلت لحالفة بالتالي بروح برجع الآن هادي هي ولي بتحدد اللي هي according to strategy اللي هي breadth ولا depth ولا uniform choose a leaf node for expansion according to strategy تمام حلقيت النوات هذي اللي انا اخترتها للexpansion if the node contains the goal زي كأنه كل مدينة انا بروح بزورها هل هي هذي المدينة بخارست؟ لا طب اعمل expand اللي بعدها هل هي بخارست؟ لا هي بخارست؟ اه بخارست يبقى ايش؟ return the corresponding solution اوكي اوكي يبقى هذا هو مفهوم الف والelse اللي انا بحكي عنه كمان مرة هل المدينة اللي انا عملت لها expand هي عبارة عن solution لا يبقى بروح للelse اللي هي expand the node and add the result node to the search tree اذا وجدتها خلاص بعمل stop لانو انا عندي جملة return هذي بتعمل break لل loop اروح بعمل return لل corresponding solution هل الالغورثم واضح يا جماعة؟ يعني هو الكنسبت باع السيرش كله الان احنا ايش هنسوي؟ هناخد السيرش الالغورثم وايش هنبدل؟ هنطبخ نفس الالغورثم ولكن ايش هنغير الاستراتيجي؟ هنطبخ نفس الكود هده بس ايش هنغير الاستراتيجي؟ الاستراتيجي ايش بتحدد؟ بتحدد النود اللي ح بدنا نعملها expand يبقى تشوز بس اليف نود for expansion هدوني فيدبك يا جماعة واضح؟ ولا مش واضح؟ وبسط اكتر من كده؟ نعم واضح ابتبه طيب انت في عندك في الزوم تحت انت عندك reaction الرياكشن هده انت ممكن انه انت تحدد انه انت عندك thumbs up اوكي understood اذا ما بدكم تفتحوا المايكروفون وتدونوا feedback اوكي انا بنتي اعتبر انه الامور تمام طيب انا في عندي هنا انا اهم اهم الشغلات انه ايش هي النود اللي انا بتعملها expansion عملية expansion نفسها تمام؟ وكيف انه انا ازوري النود exploration strategy طيب هذا الكلام احنا بدنا نمثله ك tree وانا عندي هنا الاس اكم احتمال عندي؟ ثلاث اروح على ثلاث احتمالات تمام على الدي والي والبي هاي والبي والي اوكي طيب هيك خلصنا الاس باستارت نود بعدها بروح بلف على هدول التلاتة ايش بدي اصويلهم اعملهم expand واحدة واحدة هل هي هادي القول؟ لا بعمل expand هل هي هادي القول؟ لا بعمل expand وهكذا يبقى هنا اعملت expand الاس لالدي اس لالي واس لالبي تمام هل هي الدي هل هي القول؟ لا اعملها expand الدي لما بدي اعملها expand وين ممكن اروح؟ على ب وعلى سي وعلى اي صح؟ ليش ماخدناش الاس كمان انا بسا الاس شايف اتجاه السهم؟ ما بقدر ارجع اتجاه السهم تمام؟ فأنا عندي بي و سي و اي اوكي خلصناهم هدول بدنا ننتقل للمستوى اللي بعده نرجع الان عند الدي انا عندي بي و سي و اي وما هدول هل هي هادي القول؟ لا اعملها expand اتش و ار احنا وين؟ هايها في ال اي ال اي لاحظت اتجاه الاسهم اللي طالع من ال اي وين انا ممكن اروح؟ على ال اتش على اتش وعلى الار وعلى الار وعلى الار وين الار؟ هاي تمام؟ هدول اتنتين اوكي هاي ال اتش والار راملنا هم expand هل هي الحل؟ لا مش الحل اعمل اعمل expand فمن الار ايش انت عندك الخيارات متاحة خيار وحيد انه انت تروح على الاف رحنا على الاف تمام؟ ايش في عندك الخيارات من الاف انه انت تروح على السي سي وهنا الجي هال السي هي الجول؟ لا هال الجي هي الجول؟ اه خلاص استوب رجع الحل فبالتالي المسار تبعي اللي انا بدي امشي فيه اللي هو س دي اي ار اف جي يبقى هذا اللي بدي اعمله return واضح؟ تمام يا جماعة؟ واضح دكتور تمام دكتور تمام دكتور كملت عنه اعمل expand فهذا الكلام انه بيتحدد حسب الاستراتيجي اللي هي بتحدد النود اللي انا بتعملها expansion اول استراتيجي هو هو depth search او depth first search هو يعني بيدي اولوية للعمق للعمق في الشجرة انه يبحث في العمق في الشجرة تمام؟ تخير الموضوع انه انت عندك زي جبل زي هيك تمام؟ وانت بتحاول انه انت تدور على الجول تبعك ممكن الجول تبعك انه انت توجد الالماسة هذي ممكن الجول تبعك توجد ضد السبيكة الذهب هذي ممكن الجول تبعك توجد الياقوتة هذي فالان انت ممكن انه انت تدور لغاية اخر leaf انت عندك في الشجرة في العمق ملاقيتش في هذا الاتجاه فايش بتروح بتدور بتدور في branch تاني ملاقيتش بتدور في branch اه وصلت للجول خلاص stop زي هيك تمام؟ طيب خلينا نطبق هذا الكلام على الشجرة اللي عندي ايش انا في عندي هنا؟ start state وال goal state تمام؟ واش الاستراتيجية تبعتي؟ depth ضلك ابحث في العمق والعمق تبعي هايه deepest node first من اين بتجه؟ من الشمال لليمين طيب هاي الاس ما هي الخيارات اللي عندي؟ D E P صح؟ تبعين معايا صح؟ اوكي اوكي يبقى هاي المصاري الاول D E B هل ال D هي الحال؟ كيف يا دكتور؟ ال E يعني هل 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 هذه هي القول طبعي؟ لا لا مش ال G بروح بعملها expand عمل expand اللي هي ايش؟ ال P وال C وال E طيب الان بروح باتجاه الشمال بعد ما عملت لهم expand مبدأ في النود هل ال B هادي هي القول؟ لا بروح بعملها expand لاحظ ان انا رايح بالعمق عملت expand لا ايش؟ لل A هل ال A هي القول؟ لا طيب في نود تانية انا ممكن اروح لها ولا هي ليف؟ ليف 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 ايش بدي اسوي؟ تروح ارجع ارجوه واروح على ال Deepest نود في البرانش اللي بعدو على طول اللي هي انا وين موجود؟ هاي و C على ال C في ال C انا وين ممكن اروح؟ على ال A وبرضو ليف وفي الشيف ليف نود يبقى خلاص لا ارجع على ال E حالة يبقى بروح Deepest بس من الشمال لليمين واضح كيف في الترافيرس في الشجرة هاي ال E ايش الخيرات انا علي؟ ممكن اروح على ال H وال R نبدأ من الشمال ال H هل ال H الجول؟ لا اعمل expand وين ممكن اروح؟ B و Q أو Q هاي Q وين Q Q ممكن تروح على اي مكان بعد ال Q نا خلاص يبقى ايش؟ سكرت ليف سكرت في الشيء بالظبط بنروح منرجع تاني من ال H هاي مرضو رجعنا لل Q تاني اللي هو من ال H لل Q مباشرة هنا H B Q هنا H Q مباشرة هاي ال H تمام؟ انت ممكن رحت على ال Q وانت لا رحت B وبعدين رحت Q اوكي؟ فبرضو سكرت ارجع تاني backtrack روح على البرانش اللي بعدي ال R ال R وين ممكن؟ على ال F على ال F في خيارين C و G هل ال F هي القول؟ لا اكس ود نا C و G ال C وين ممكن اروح؟ على ال A وخلاص ليف بالظبط هيك انا وصلت للقول بالظبط تمام؟ وال A و P خلاص يعني فيش مشكلة بالظبط ما بعملهم expand بالاساس يعني اوكي؟ هادا الدبث فرست الدكتور طب من لعبة الصدوكو بنكدا نحكي عنها الدبث؟ لا بيت الصدوكو هي المربعات من واحدة تسعة؟ لا 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 انت دخلت مدخل خطير يعني انت ما بتقدر تحكي عن بورد معينة انه يعني هي نوع معين من انواع search algorithm لا الان الصدوكو ممكن عشان انت تحلها تستخدم algorithm مختلفة ممكن تستخدم depth first ممكن تحطها تحلها يعني فكر فيها بالطريقة هذه خلينا خلينا بال 8 puzzle ال 8 puzzle ممكن تحلها بال depth first بعشر خطوات ممكن تحلها بال pre depth first بسبعة خطوات وممكن تحطها تحلها بال uniform course مثلا باربع خطوات فبالتالي search algorithms هادول كلها يفترض انه هي توصلك للحال لكن في حل ممكن انه يطول معاك اكتر من الثاني يعني زي هيك فبالتالي انت فكر فيها زي هيك انه هادول search strategies ممكن تستخدم فيها اللي انت بدك اياه ولكن انه كلهم بوصلوا للحل فيه منهم ما بوصل للحل بكون فيه اشكالية تمام لكن ال search strategies يعني ما تقدر تقول انه game معينة depth لا انت في ال game هادي انت ممكن تطبق search strategies المختلفة بس الفكرة في الموضوع انه search strategy هاي اكم خطوة احتاجت عشان تصل للحل بكتور طب احنا لما نيجي نختار search strategy نختار انه انه اسهل او الا قد عندك ريت الخيار يعني انه اقصر strategy او فيه في السلايد الجاية بعد ما احنا نخلص يعني بعد ما نعرج على الطريقة التانية اللي هي ال breeders first ونبدأ نقارن بين هادول الطرق من ناحية complexity data structure وزي هيك يعني ايش الخصائص تبعتها انه فيه هي فعلا بتعتمد يعني هالقيت حاوديكم مثال يعني فعلا انه ببين معاكم كيف انه هاي search algorithm properties ايش هي ال properties انا في عندي اول خاصية complete انه الحل هاده complete ولا مش complete ايش الخاصية هاده بتعني انه فيه ضمان لأيجاد حل اذا الحل موجود اذا فيه حل موجود الا ما يلتقى 30 خطوة ب40 خطوة ب100 خطوة الا ما تصل في النهاية هاي بعنات انه انه ال algorithm هاده complete انه في النهاية بوصلك للحل اذا كان الحل موجود فيه بعض ال game انه خلاص بتسكر ما فيها حل تمامو الخطوة الخاصية التانية ال optimality انه هال ال algorithm هاده optimal ولا مش optimal ايش ال optimality بتاعني انه guaranteed to find the least cost path او the least cost solution زي ما ذكرت انه لعبة معينة ممكن اخد احلها بيعني بسيء يعني استخدم search strategies مختلفة لحل ال algorithm ولكن هاده ممكن ياخد سبع خطوات هاده ممكن ياخد ثلاث خطوات هاده ممكن ياخد عشر خطوات ايش ال هدف انه انا بدي اختار ال optimality ايش ال optimality اللي بيوصلني لل goal باقل عدد من الخطوات طيب نرجع هنا انت عشان وصلت للحل شو سويت روحت على ال D وبعدين ال D لل E وبعدين R F F E F C A وعشان انت تصل للحل هادول يعني هادول انه انت اعملتنهم expand هنا فهادي الخطوات انت بدك تحلها تمام هادول كلهم انحسبوا عليك هادول كلها عبارة عن node ضايعة يعني انت فحصتهم وطلعت مش ال goal دوعك عشان تصل لهاد المصار لهاد المصار اف طيب time complexity مش عشان هاد الخطوات بس بس time complexity و space complexity تمام خلينا نشوف ايش المقصود بال time و space complexity ال B انا عندي ال branching factor ليش ال branching factor انو انت عندك state معينة اكم تفريع بتفريع تلاتة ولا اربعة ولا خمسة هنا عندك تلاتة افرع خلاص بقلبي تلاتة زي هيك عندي ال M اللي هو عبارة عن maximum depth تمام؟ وعندي مستويات هذا ال one node هذا ال B node هذا B to square nodes انا بحكي على عدد nodes اللي بتكون موجودة في هذا المستوى هذا المستوى الاول بيكون في عندك one node اللي هي المستوى هذا لو كان انت عندك بس two branches يعني بس تفريعتين فبالتالي انت بيكون عفوا المستوى الاول بيكون في عندك B node يعني كان في عندك ثلاث مدن خمس مدن فبالتالي أكم عدد النود اللي هنا؟ B الآن المستوى اللي بعده بيصير B مرفوع على القوة وهكذا بتستمر لغاية لما تصل ل B مرفوع على القوة M تمام؟ فبالتالي بدك تقدر بدك تشوف كدهش عدد النود اللي موجودة في الانتاير تري هذا برضو بيأثر في الحل او في خصائص الالغورثم فبالتالي الكمبليكسيتي كbig O هي عبارة عن O بي مرفوع على القوة M طيب نيجي نحسب هاد الخصائص لل depth first search algorithm تشوف الخصائص هادي depth first اللي احنا اخدناه قبل شوي انتا كيف تتحرك؟ تتحرك بالعمق شايف؟ جرب يعني اعمق deepest branch انت عندك في في التري من الشمال اليمين هذا جربه ملاقيناش هذا جربه ملاقيناش هذا جربه ملاقيناش وهكذا تمام؟ فبالتالي هو B مرفوع على القوة M طيب هل الالغورثم هادا complete؟ هنا بحكيلي انه الام اللي هو maximum depth ممكن يكون infinite هادا الحالة ممكن نصل لcycle لكن لو كانت finite يبقى A complete واضح؟ طيب هل هو؟ اوكي مين بدي يسأل؟ تي حدا بدي يسأل؟ ايه انه قصدي ضل السيركل انه النودز تحاول تكليب ترجع على البداية قصد راك انه السيركل لا 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 انه مثلا انه انه في مرحلة معينة رجعت فرعت نودز انت اصلا قريدي فرعتها يعني قبل فبالتالي زي كأنه رجعت كررت الشجرة تاني فبالتالي infinite زي قصة انه هنا هادي احنا شفناها وين هنا واضح كيف؟ انت عندك هنا الاس للاي والاس تروح للبي بس المشكلة انه من A بتروح لبي وبين بي بترجع لأي فبالتالي هنا في زي كأنه عندك يعني فبالتالي دبث هنا تلاحظ انه انت عندك هنا حط نقاط 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 يعني الام الماكسيموم دبث تبع هاي الشجرة كلها infinite فهادي الحالة انه لا يعني ممكن يكون الحال يعني مش complete لكن اذا كانت الشجرة finite فبالتالي انه الحال complete اوكي طيب هل مني كدو نعتبره optimal؟ واكتيش بيكون optimal واكتيش بيكون مش optimal اول معنا اخر خليني اعمل ريف ريز لالكووشين انه شو البيست كيس وشو الورست كيس بس كيس اني لقي من اول تفريع مثلا السلوشين الليفت موست انه الحال تبع يكون هنا في البرانشين على الشمال اا اقرب اول شع شمال واسوأ حالة ايش هي؟ انه يكون الحال تبعي اا اخر شع اليمين على اليمين بالضبط بكون اضطريت انه الف على هدول كل هون لغاية لما اصل لهذا تمام اوكي وتحط يبقى optimal اذا كان في left most الحال تبعي لكن اذا ما كانش يعني اذا ما كانش في في left most فبالتالي انه بكون هو الورست كيس يعني مش دايما هو optimal مش دايما بكون محظوظ بكون زي هيك نيجي لطريقة تانية بدل ما انت في الجبل ضلك تحفر لي زي هيك وتوصل القاع وتقول لي ما لقيتش اشي وترجع تعمل حفرة تانية لا مش شط للمنطقة هيك اول باول ايش هدا الاستراتيجية بالضبط فبالتالي انت بتخلص المستوى الاول ما لقيتش روح على المستوى اللي بعدي في الشجرة ما لقيتش روح على المستوى اللي بعدي فهذه استراتيجية مختلفة بدل ما انت تدور يعني تخلص البرانش الاول كله بعدها ترجع للفرع التاني لا روح لي مستوى مستوى بدي ارجع مرة تانية هنا لهذا اوكي بدنا نتفق على المصطلحات عفوا ايش المصطلحات احنا حكينا انه هذا عبارة عن روت نود ايش هدول بنسميهم لفل الاول بالضبط وهكذا هذا بنسمي دبث في تي هنا عفوا وهذا الليفل تمام هذا المستوى الاول الثاني الثالث الرابع هذا بس مجرد انه بعد عدد النود في الليفل في الليفل الاول بس واحد الروت نود في الليفل الثاني على حسب عدد التفريعات بي لو كانت بي خمسة فبالتالي خمسة نعود الليفل اللي بعده بي مرفوع على القوى اتنين الليفل اللي بعده وهكذا لغاية لما تصل لل لماكسوم دبث تمام وهنا بدي احط نقاط ويش بيحكي الاستراتيجية بدل ما انت تروح للعمق الاول هذا كله تخلصه بعدها تدور على الفرع اللي بعده لا بديش انا زي هيك ايش دك تخلص خلص لي مستويات مستويات خلص المستوى الاول ما لقيتش الحل فيه روح على المستوى الثاني ما لقيتش الحل فيه روح على المستوى الثالث وهكذا إذا لقيت الحل اعمل استوب واتحط الاستراتيجية يعني شوف الدبث كيف بيشتغل الفرع الاول الفرع الثاني الفرع الثالث ما لقيتش روح على الفرع الرابع وهكذا لكن لأ انا عندي ايش بدي اشتغل بديش اشتغل المستويات شوف كيف المستويات خليني أروح هاي روح لي على الفرع الأول أعفل على المستوى الأول ما لقيتش على المستوى اللي بعده ما لقيتش على المستوى اللي بعده استراتيجية مختلفة الآن بنقارن مين أحسن ومين أسوأ طيب نيجي الآن للبريدث بننطبق هذا الكلام أنا عندي الأس هي الستارت نود أيش بروح بفرع الاحتمالات تبعتي DEP تمام ماشيين معايا طيب الآن إيش بروح بسوي هل الدي لا بفرع لا بفرعش إحنا إيش اتفقنا دي أخلص كل المستوى بروح إنه مش بزبط هو عامل expand 3 بشكل كامل بس لاحظ الهيلايت انت عندك دي ما عملتش هيلايت هنا بزبط على الهي على الهي هل الهي هل الهي هي السوليوشن لا هل البي هي السوليوشن لا خلص مش موجود الحل هنا إيش بدي أسوي دي روح على الفرع اللي بعده عفوا على المستوى اللي بعده هل البي هي الحل لا تمام هل السي هي الحل هل إي هي الحل وهكذا تمام يبقى بيحاول مستويات مستويات لغاية لما يصل للجول أوكي وزي ما شفنا في طب دكتور ثماني إذا أنا بدأ رتبهم وراء بعض يعني لو بدي أحكي يعني أعطيني بالأخير إيش هي البرد فير سيرج يعني إيش الريزول بدي أحكي إنه S بعدين D E P بعدين B C E هيك S بعدين D E B بعدين B C E H R Q بعدين A A هي هيك أنا وصلت الريزول يعني إذا مثلا كانت ليلة لا لا أنا عندي الجول الجي هي الجول أوكي أوكي هنا هنا بدي أظن أستمر تمام لغاية يعني هاي شايف يعني تحت الجي اللي هي مثلا عند P Q F Q C خمسة بعد الخمسة بوصل عند P Q F Q C G يعني هيك أنا بكون وصلت بالضبط بعد المستوى الخامس أيو لقى الحل خلص هدول ما بيعتبروا أوكي بالضبط يعني هدول ما راح على المستوى اللي بعده خلص لقيت الحل هنا لقيت ال G باخر المستوى الخامس نعم أوكي طيب أوكي أوكي هنا process all the nodes above shallowest solution shallow shallow node معناها النود الضحلة يعني أنا ما بروح على العمق أنا بروح على النود على المستويات الضحلة اللي بتكون قريبة من الروت هاي هاي معنات النوع shallow node أوكي أوكي طيب هاجيت هنا لو بدنا نحسب أنه أنا لقيت الحل هنا الحل هنا رح يصلوا لبعض مثلا S من trice عدد من المحاولات S فبالتالي أنا عندي time search time اللي هي عبارة عن big O big O هذه في data structure إن أنا بحسب فيها complexity تبع الألغورثم هي عبارة عن B مرفوعة للقوة S والS هي بتمثل مستويات عدد المستويات واضح؟ واضح يا جماعة أول أما عدد المستويات دكتور صحيح هذا الكلام إيش هو readeth first أما depth first كديش كان فاكرين كديش عدد بيكون فيه سلايد بيكون محطوط في هذه الشغلات ال B للقوة M ال B للقوة M مظبوط دكتور هي هاي استراتيجي إحنا كله قبل التحرك يعني هاي الحشابات تنعمل مثلا في حالة إنه قبل ما يتحرك يعني لسا نحن محل محل صحيح بالزبط هو يعني يفترض أن يكون فيه عنده كل استيد لما نلاقي الحل ساعتها ببدأ التنفيذ بس هذي 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 يعني ممكن أنه نعملها فيه شغلات معينة بس في بعض الأحيان بتطلب مني إنه أطبق هاي الشغلة online إيش يعني online يعني 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 ممكن إنه بعمل سيرش والسيارة بتتحرك مثلا يعني يعني ممكن وإنا ماشي تتغير الكوست تبع مثلا معين وفيه سليوشن يعني بسبب إنه مثلا فيه حادث على الطريق فبالتالي الدلي اللي ممكن إنه بيكون ناتج إنه أنا أصلك هذا المسار بيكون كتير عالي فبالتالي بيؤدي إنه مسار تاني يكون أحسن فبالتالي ممكن إنه هو يتغير السليوشن أثناء وأنا بسوق قاعد وتحط الفكرة كيف هذه الشغلة الشغلة التانية إنه في بعض الأحيان إنه في في الجيم إنه مش إنه مثلا إنه يعني بتكون single player لأ بيكون إنه أنا بلعب ضد الكمبيوتر في هذه الحالة الكمبيوتر يفترض إنه بتكون حسب الأكشن تبعتي يعني ممكن تتغير حسب الأكشن تبعتي فبالتالي إنه هو صحيف الغالب إنه بيكون بيختار الحل قبل ما يبدأ ينفضه لكن في بعض الأحيان بلزم إنه أنا أظن أشغل الحل يعني من وقت لآخر يعني عشان إنه ممكن تتغير الظروف أنا عندي كمان أوكي حل الحل هذا complete complete لاحظ مفهوم complete متفق في التنتين في الbreed والdepth إنه لازم تكون إنه الستيت أنا عندي finite عشان أقدر أقول عنه إنه هو complete لكن إذا كان infinite ما بقدر أقول إنه عليه complete طيب هل optimal تفكير optimality يعني خلينا نفكر إيش الbest case والworst case إيش الbest case إيش إنه إلا جاء في أول level مثلا بالظبط إنه علاج solution في الشلو وست levels أو في المستويات الضحلة القريبة من السطح من الروت وإيش أسوأ حالة أنه ألاقي في القاع فبالتالي إنه بكون استنفذت كل المستويات فبالتالي يعني فعلا إنه بيعتمد على مكان الحل يعني يعني هذه الشغلة بتعتمد على الحظ يعني لو سألتك سؤال يعني مين أحسن بريدث ولا ديبث والله بيعتمد على مكان الحل صح يعني يعني ما في تعميم إنه أنا يجع أقول والله بريدث أحسن من الدبث أو العكس صحيح وتحط الفكرة وتحط يعني لو بنا نقارن بين التنين مين أحسن هذا ولا هات بيعتمد على مكان الحل بالظبط يعني والله لو الحل تبعي موجود في الشغلوست ليفل بيكون بريدث لو كان الحل تبعي في الدبث ليفل أو بيكون إنه دبث أحسن ليش لأنه أنا بروح عليه مباشرة ما في داعي إنه خلص هذا المستوى بعدين هذا بعدين هذا بعدين هذا شايف أنا بروح عليه straight وتحط فأنت بتعرف شوين السوليوشين فبالتالي ما بتقدر تعمم إنه آه والله هذا أحسن من هذا لكن الإجابة النموديجية بتكون إنه حسب حسب السوليوشين إذا كان السوليوشين في المستويات العليا فالبريدث أفضل ولكن إذا كان في المستويات الضحلة عفوا العميقة فبالتالي الدبث هو الأفضل لأنه بروح عليه straight هذا السؤال إحنا جاوبنا متى البريدث بتفوق على الدبث وماذا الدبث بتفوق على البريدث ذكرت الإجابة واضح إيه بس إيش هات دبث ولا بريدث شغلها كمان مرة بريدث 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 هاد إيش دبث بريدث 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 ديبث العمق هدا دبث بعد ما سكر مسارات معينة رح بد يسوي يدور في المسارات الثانية لغاية لما لقى solution أنا أنت في في المتاهة في الميز في الميز أنت يفترض أنه أنت عندك متاهة وتجرب كل الطرق لغاية لما تصل للمخرج وهو فعليا جرب كل المسارات الضحلة الموجودة هنا عفوا لكل المسارات العميقة اللي موجودة هنا وبعديها لما وصل لهذا المسار لكن هنا يش بيش تغل بيش تغل بريدث بهذا الشكل عفوا بيش بريدث عفوا أوكي دكتور أنت حكيت سنتين بريدث لا الأولانية بريدث والثانية بريدث بحضوطها حسب الترتيب هيك يبقى بارت ون هذه لاحظوا معايا هذه عبارة عن عبارة عن ديبث أوكي التانية السلايدي التانية أي بارت و هذه بريدث تمام غريب إيجاد الحل المختلفة شوية بطحة طيب إحنا بدنا حل وسط يعني بدنا ناخد الأدفانتيج تبع البيدث الأدفانتيج تبع الديبث تمام وندمجهم في ألغورثم واحد إيش بنا نسميه بنا نسميه إترياتيف ديبنينج تمام يبقى إيش الإترياتيف ديبنينج هو عبارة عن سير شي ستراتيجي جديدة تاخد تاخد الدبث بتقول إنه بدي العمق مثلا إنه هنا محطوط هنا في هذه الحالة واحد طبعا هو مش يعني لا يعقل إنه أنت تحط واحد الآن إذا ملاقيتوش في المستوى واحد روح ودور في المستوى اللي بعدي تمام وهكذا يعني دو يعني إذا إنت مثلا حطيت أنه الدبث إنت عندك ثلاثة إيش بتروح بتسوي روح دور في المستوى الأول شغل الدبث الجرسم ما لقيتوش روح على المستوى الثاني شغل الدبث يعني ملاحظ كيف حيشتغل بهذه الطريقة لما حط الليمت أنا عندي للدبث الثلاثة إيش رح كيف رح يبحث الآن في الدبث العادي بروح ببحث في كل هذا المسار تمام أما في إيش بيسوي بروح ببحث بس لغاية هنا وتحط تمام بعدها بروح بدور الدبث أو البرانش الديبست برانش اللي بعده بعدين بدور يعني بشغل دبث ألغوريثم عادي بس لمستوى معين وتحط الفكرة أو لا لغاية بس بس لغاية عمق معين نعم يعني يعني هنا هنا الماكسيموم دبث أنت عندك أم بدش تدور لأم بدش تدور لغاية ثلاثة تمام وتشغل دبث بالضبط فهو يعني ندمج في البريدث والدمث مع بعض نتحق تمام بطول أوكي طيب لغاية الآن إحنا كنا نسوي كنا لغاية طبعتي أنه ما نحط عليها cost يعني لاحظ أنه call هاي هادي ما في أرقام هنا بين الـ edges ما كنا ضيفين معلومات الـ cost بالمرة الهان بدنا ندخل معلومات الـ cost وبدنا نشوف استراتيجي جديدة تعتمد على الـ cost إيش يسمها الـ cost sensitive search يعني أنا عندي هنا في start أنا عندي خيار أروح على D وال cost 3 أروح على B وال cost 1 أروح على E وال 9 زي هيك فبالتالي الـ cost هنا راح تأثر إيش النود اللي نبدأ عملها expand لازم أختار دايما إيش least cost الأقل نعم نعم يبقى هنا هذا search algorithm إيش بدنا نسمي الـ Uniform Cost Search أو الـ cost sensitive search هم التنين نفس الألغورثم إيش strategy تابعته expand the cheapest node first دور لي على النود الأقل تكلفة وهي اللي بتعملها expand يبقى هنا أنا عندي S إيش في عندي عندي D و E و B D 3 و B 1 و E 9 هاي شايف حط اللي 3 1 9 مين الأقل cost تروح على B بالضبط تمام روح لي على B هاي B وين عندي خيار أروح و كداش التكلفة 15 15 15 زائد 1 كداش بتسير 16 16 واضحة هل هي الحل تبعي لا لا طيب طريقة مسكرة بالضبط إيش التكلفة اللي أقل 9 ولا 3 بالضبط 3 تمام من D أم بقدر أروح ل B C E 4 11 من بلش في B 4 بالضبط تمام طريقنا مسكرة طريقنا مسكرة ساعتها بروح 11 ولا 5 5 على 5 7 7 13 7 7 أنا عندي 6 آسف آسف في 6 بعدين بعدين 7 آسف بالضبط 7 تمام أنا ما عنديش خيار ثاني غير 8 أنا في عندي 10 11 10 على 10 صحيح تمام بالضبط أنا في عندي بعد هيك هاي الغول تابعي وصلت له اللي هو 10 تمام طبعا أنا ليش عملت expand لهذه لأنه هذه 10 وهذه 9 مين الأقل أنا عندي 10 ولا 9 9 فروحت عملت expand فصارت 11 17 فصارت أنا أقارن 11 17 10 لا 10 وهي الغول طبعا واضح كيف أتطلع على cost وهنا cumulative cost cumulative تراكمية يعني هنا أنا عندي الانتقال من هذه لها 15 وقبليها هنا 1 فبالتالي هنا total 16 فبالتالي هذه هذه الكوست تراكمية تمام زي هيك يعني هذه 3 زودنا لها 2 5 زودنا لها 2 7 زودنا 1 8 زودنا لها 2 10 تمام طيب أنا في عندي 2 parameter اللي هو solution cost c star بالإضافة ل effective depth عفوا والarc cost اللي هو epsilon فبالتالي effective depth بيكون يعني هذا roughly estimation يعني حسبة تقريبية هو عبارة عن c مقسوم على epsilon فبالتالي أنا عندي ال cost أو time اللازم كdata structure أو complexity للألغورث هي عبارة عن b عدد branches مرفوع على القوة c على epsilon هل هو complete assuming best solution has a finite cost فبالتالي yes غير هيك لا no optimal yes طبعا هذا الكلام بدنا ناخده بعض الاعتبار في ال A star algorithm في A star algorithm احنا دا كنا من الطلا هنا على يعني 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 احنا احنا صحيح انه اخترنا هذه لانه الاقل cost لكن بدنا ناخد اعتبار تاني انه هل هي الاقرب للقول ولا لأ فبالتالي بدخل عامل تاني في الموضوع لانه لانه هذا ممكن اعتبره يعني greedy algorithm ايش يعني greedy algorithm مين مر عليه هذا المصطلح جاشع جاشع بالضبط طمع ايش الالغورثم الطمع بدور على يعني بتطلع تحت رجلي طلعش لقدام يعني اي نعم صحيح ممكن انه والله انه هذي الاقل تكلفة لكن لقدام ممكن انه تكون التكلفة تبعتها اعلى بكتير من يعني الالغورثم 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 انه صحيح يعني عينه داقات معلش شفيها التعبير انه خلاص انه هذا الاقل تكلفة واحد بس لقدام اتكبد يعني تكلفة وصلت الالستاش بينما لو راح على نود تانية عشان هيك لازم يكون في اندي look ahead انه من النود من هدول اقرب للtarget التبع او للغور ففعليا ال uniform cost هو عبارة عن optimal وهذا هنثبته في ال a start لما ناخد الالغورثم طبع ال a start طيب هادي جواني بالسلبية تبعته انه زي ما حكينا انه غريدي الالغورثم انه ما بتطلع لقدام يعني بس بتطلع تحت رجلي خلينا نشوف uniform cost search ديم طبعته بتطلع على cost شايف مع النوع يعني هاي القول تبعي أنا عندي هنا لكن شايف كيف النقاط اللي استكشف ها كلها النود ساعد اللي استكشف ها كلها عشان يصل هاي الشغلة طيب نقارن التلعة مع بعض depth ولا breedeth ولا uniform cost search هذا ايش depth وهذا breedeth وهذا uniform cost مين شايف هم الحل الأفضل يعني أنا بدي خلي لك انه هاي النظرة النهائية هاي القي نظرة عليها كيف شايف كيف شايف عدد النود اللي انت عملت لها visit لغاية لما وصلت لل goal وهنا انت برضو قارن ها زي هيك شايف عدد النود اللي انت وصلت لها اللي عملت لها visit عشان goal هذا ايش depth خزلي هيك في الداكرة تبعتك شايف كديش عدد النود مكترهم لبريد هاي هاي هم اقل شوي صح لكن في uniform cost اقل بكتير صح افضل واحدة فواضح انه افضل هم زي لسه هناخد algorithm تاني يعني بعمل look ahead اللي هو A star algorithm انه يعتبر افضل من حتى من uniform cost اوكي ك implementation بنقدر نعتبر انه كل search algorithm واحد لكن شو بيختلف بيختلف نوع Q المستخدم اذا بتلاحظ كان يعني كنا نحكي في كل واحدة انه نوع Q هذا FIFO وهذا LIFO وهذا priority Q يعني خليني ارجع لك هنا يعني انا ممكن ما رجت عليها كنت في اوكي لاحظ هنا هذا هذا breed first هي يكتب لك هنا انه عبارة عن FIFO Q اما depth depth عبارة عن LIFO وهذاك عبارة عن priority Q في جدعي على السلايد يعني ببساطة شديدة لو انا بدي عمل implement لهذول الالجورثم ممكن هو عبارة عن الالجورثم واحد ولكن بالمناسبة انتم عارفين الـ Q ك data structure لا دكتور الـ Q اللي هي دكتور بتكون تتعامل first in first out لا فيه انواع من الـ Q الـ Q هو في حداته طبور تمام يعني ك data structure المفهوم طبور او او دكتور ما هو الطبور first in first out لا الان انا في البنك البنك هذا يعني انا بقصد انه ما فيه نوع واحد من الطبور فيه انواع من الطوابير أنا بعرف الـ Q بعرف الاستاك 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 اول حدا بفوت على هاي الاستاك يضلوا للاخر طيطلا والـ Q بالعكس احنا في Q في طبور احنا في البنك تمام وانا صافف على الدور تمام حسنا اول نوع من انواع الطوابير في البنك اللي هو في فوق اللي بيجي اول على البنك بتم خدمته اولا صح او صح هذا بحكي الآن بالضبط الآن النوع الثاني اللي هو priority queue ايش priority queue انه اينا اللي بيجي اللي بيجي اول بنخدمه اول ولكن اذا ايجت حالات لها اولوية مثلا ستة كبيرة بالضبط ستة كبيرة مثلا الـ ستة كبيرة بدناش نتطرق لشغلات تانية غير هيك يعني انو لا يفترض انو هي بتروح بخدمها اول واحدة ما في داعي انو هي تستنى على الطابور حسب الوقت اللي وصلته لا بتروح مباشرة فورا على على اول الطابور وبتم خدمتها اولا فهاي المقصود انو هو queue واحد لكن ممكن يكون بنظام الفيفو وممكن يكون بنظام الpriority هاي المقصود انو بكون فيه عندي يعني كاملمنتيشن والالجوريثم ولكن بحدد نوع الـ حسب السيرش ستراتيجي اللي أنا بدي إياها ستحط النقطة بس بدي اوصل النقطة انو احنا حكينا انو السيرش هي عبارة عن AI موديل صح بس يعني سيرش ما سيرش بيكون يعني جيد إلا إذا كان الموديل جيد إيش يعني إذا كان الموديل جيد إذا أنا تم تم parfait س الBE بشكل جيد من ناحية status ومن ناحية success function ومن ناحية initial goal و وال العفوة الانيش state وال goal state هذا من جانب من جانب آخر انو انو تختار المناسبة في حال انه انت اخترت كل الشغلات هذي بشكل مناسب فبالتالي بقدر اقول انه الموديل تبعي بشكل متكامل مناسب تمام فبس هاي هاي كل الفكرة يعني الموديل او طريقة البحث اللي يفترض انه يقوم بها الاجent بتكون استنادا على الموديل اذا كان الموديل جيد بكون بيدور بشكل كويس. اذا كان الموديل سيء بكون بيدور بشكل يعني غبي خلينا نحكي. تمام? اوكي لانه يعني شو معنات انه انا بدي اختار بشكل مناسب بالستيت يعني على سبيل المثال لو انا صممت ايجنت الاجent هذا مطلوب منه انه ينظف بالمطار. ومشكلته الاجent انه بروح بدور على الاماكن النظيفة بروح بنظفها. في مشكلة في تمثيل الستيت او في فحص الانفيروميت اللي عنده. عرفته كيف? او انه هو مش قادر يوجد الاماكن المتسخة او بيطول كتير لما نلاقيها. تمام? فهي المخصوط في الموضوع. وتحط الفكرة. طبعا يعني كتير من الحالات انه ممكن انت تكون ماشي بالسيارة بالجي بي اس. والجي بي اس يروح يدلك على يعني في في كتير في كتير انه بيثقوا بالجي بي اس وفي الاخير يعني بيكتشفوا انه هو كان مضللهم وودهما على طريق يعني طويلة او طريق يعني انه لا تبعدوا عن ديستينيشن تبعتهم. فعشان هيك انه ببساطة كمان مرة الجود موديل يعني الجود سيرش يعني جود موديل اذا كان انت عملت موديلينج بشكل كباييس للي بروبلم فبالتالي طريقة البحث هتكون ممتازة بشكل جيد هيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم. بخصوص السيرش لسه في عندنا كمان محاضرة بخصوص السيرش ان شاء الله وبنخلص موضوع السيرش كله. بضل اذا في عندكم اي او استفسارات ارد عليها الزانة تانيش في عندكم استفسارات اشتركوا في القناة